السلام عليكم اهلا بكم في فيديو جديد هنتكلم النهاردة ان شاء الله عن ميزة نسخ التداول اللي تم اضافته في منصة باينانس زي ما انتعارفين ان في نسخ التداول منصة باينانس كانت بتدعم فقط العقود الاجلة يعني بتيجي تنسخ اي متداول بتنسخ فقط المتداولين اللي هما بيتداولوا على العقود الاجلة حاليا تم اضافة طبعا بيقدر طبعا تنسخ اي متداول بيكون عارض نفسه في الصفحة بتاعة نسخ التداول تمام وبيكون قدامك العقود الاجلة وبيكون قدامك التداول الفوري او اللي هو الاسبود جريد بس التحديث يعني ما تمش على الحتة دي لان انت لم تيجي تدخل من هنا على تداول النسخ المفروض يظهر لك فوق هنا اللي هو نسخ التداول الفوري الاسبود جريد او العقود الاجلة طبعا هو التحديث لسه ما تمش على الحتة دي يعتبر التحديث بتاع التطبيق بخصوص البرمجة في الحتة بتاعة ظهور نسخ التداول الفوري داخل الجزئية بتاعة نسخ التداول لسه يعتبر ما ظهرش ففي الحالة ديت انت هتيجي ضغط من هنا وهتيجي الكاتب هنا فوق تداول النسخ الفوري وهتيجي ضغط على البحث هتيجي فتح معاك الصفحة ديت هتضغط على اول اختيار دوت اللي هو منصة تطلق تداول النسخ الفوري تمام؟ انت هتنتقل للنسخ الفوري عن طريق الاعلانات طبعا الناس اللي بتستخدم المتصفح او اللاب توب او الكمبيوتر وبتيجي تساجل دخول الحساب بتاعها هتيجي دخل على التداول النسخ هتجد ان النسخ الفوري موجود معاها عادي بدون اي مشاكل تمام؟ هتيجي دخل من هنا على تداول النسخ الفوري هتضغط عليه بالشكل دوت هتيجي تظهر معاك الصفحة ديت تمام؟ هتيجي تظهر لك بقى بالشكل ده هتكون هنا موجودة العكود الأجلة وموجود هنا الفورية هتضغط على الفورية هيظهر لك هنا المتداولين اللي هم انت تقدر تنسخ التداول الفوري بتاعهم اللي هو تمام التداول الفوري اللي هو بيكون ابسط وسيلة التداول بيكون فيها ارباح كويسة وبيكون فيها خسائر بس بتكون مش خسائر عليها تمام حتى الارباح ما بتكونش يعني ارباح كبيرة جدا تمام لكن انت بتستطيع انك تنسخ اي متداول من المتداولين دول والمتداول مجرد ما بيشتغل على اي عملة ايا كانت او بيبدأ يضارب على اي عملة ايا كانت يشتريها او يبيع فيها كل دوت بيتحقق في الحساب بتاعك انت ما بتعملش اي حاجة غير انك بتضع المبلغ فقط تمام هتشوف من هنا المتداول اللي هي نسبك طبعا انت بتختار المتداول على حسب نسبة المكاسب بتاعته وعلى حسب عدد الناسخين يعني متداول زي الشخص دوت في حوالي 283 شخص بينسخوا التداول بتاعه تمام النسبة لنسبة الارباح بتاعته نضغط احنا ممكن نضغط عليه بالشكل دوت هيظهر معانا التفاصيل بتاعته زي ما هي موضحة قدامكم حاليا هنا بيعرفك ان المتداول هيخد منك مسلا عشرة في المية من الارباح اللي بيجيبها لك في حال حصل خسير هو ما بياخدش منك حاجة هنا طبعا بيعرفك الاداء بتاع المتداول دوت اخر سبع ايام بتحتضغط على السبع ايام من هنا وتجيب تلاتين يوم هيعرفك الاداء بتاعه اخر تلاتين يوم مع نسبة الربح طبعا انت هنا بتشوف التفاصيل ديت والبيانات ديت وبتشوف نسبة الربح هنا مسلا بتشوف السجل بتاع التداول بتاعه هنا بتشوف المكسب الخسائر تمام بتكون انت على اطلاع بالامور ديت تمام هنضغط من هنا على نسخ فحال لو انت شفت المتداول ده مناسب بتضغط على النسخ هيجي ظاهر معاك هنا معدل سابت تمام وفي مبلغ سابت يفضل انك تخليها مبلغ سابت تمام احنا لما نيجي نشتغل نشتغل باختيار مبلغ سابت تمام وبتشوف المبلغ بتاعك طبعا الرصيب بتاعك لازم يكون موجود في المحفظة الفورية في باينانس هيكون ظاهر معاك بالشكل ده احنا هنا مسلا موجود معنا حوالي خمسة وعشرين هتشوف هنا كل طلب المتداول بيفتحه انت عايز تفتحه بكام يعني اول حاجة مسلا هتكتب هنا مبلغ النسخ مسلا هتكتب عشرين تمام بتشوف بقى هنا انت كل طلب هو بيفتحه عايز الطلب دوت يبقى بكام يعني مسلا العملة اللي هو هيشتريها عايز يشتريها لك بكام يعني يضارب عليها مسلا باول مبلغ يشتريه بكام فانت ممكن تحط من هنا عشرة دولار تمام في الحالة دية انت هنا المبلغ بتاعك الاستثماري اللي انت وضعه في النسخ دوت هيكون حوالي عشرين تمام كل او طلب هو هيفتحه على اي عملة هيشتريها ايا كانت هيكون بقيمة عشرة دولار يعني انت كده هتشارك معاه في اردارين فقط يعني ممكن مسلا ان يشتري عملة والعملة التانية وخلاص على كده تمام طبعا الشراء ده هيكون بقيمة عشرة دولار لما بيجي يبيع طبعا بيبيع عادي على اي قيمة ايا كانت هتكون مزهرة قدامه في حالة هو بيضارب شي طبيعي بيشتري مسلا عملة نفطر تشتريها على واحد دولار بيجي عمل عليها عملية مضاربة عريض العملة دية مسلا على واحد دولار وعشر سنت تمام العملة دية اول ما بتوصل للسعر اللي هو في الوردر اللي هو بيكون معلقه او هو مسلا عمل المضاربة دي بشكل يدوي على طول انت يعني عملية البيع بتتم عنده بتيجي ظهرة عندك برضو ان هو عمل بيع على العملة اللي هو مشتريها طبعا الارباح والخسائر كل حاجة بتكون ظهرة معاك في الحساب بتاعك هنا ايضا انت مسلا لو عايز تحط وقف خسارة حط النسبة بتاعت اقاف الخسارة تمام الستوبلوس دوت اللي انت هتضعه هيوقف لك الاردرات اللي هتبقى شغالة يعني اي عملات هتكون موجودة مسلا والشخص ده مشتريها تمام ولسه ما بحاش وحصل فيها استنزاف الرصيد وخسائر الخسائر طبعا ظهرت عندك انت مسلا عايز نسبة الخسارة لو العملات ديت وصلت نسبة خسائرها لخمسين من مية في الحالة ديت هيتم بيع العملات ديت على طول بالخسارة اللي هتكون انت حطتها تمام من هنا طبعا انت خلاص عملت يعني ما فيش تفاصيل كتيرة جدا الواجهة سهلة هنا طبعا تقدر تعدل على العملات اللي انت عايزوا يشتريها او ما يشتريهاش يفضل انك تخليها زي ما هي تمام بعد كده من هنا تحت هتضغط على اؤكد ان نسبة مشاركة الارباح هي نسبة عشرة في المية ولقد قرأت الشروط والاحكام بيعرفك انك انت موافق على ان المتدول ياخد نسبة عشرة في المية من الارباح اللي هو هيجيبها لك تمام بعد كده هتيجي ضغط من هنا على كلمة نسخ هتضغط على بالشكل دوت وهنا نسبة اقاف الخسارة مثلا هتكون خمسين في المية طبعا انا هنا ممكن اعدل على اقاف الخسارة انا مش عايز احط اقاف خسارة اصلا حاجة ضغط من هنا على النسخ وحاجة ضغط على تأكيد تمام هنا قال لي خلاص تم نسخ التداول بنجاح للشخص اللي انا نسخت مع التداول دوت حاجة ضغط على الانتقال الى نظر عامة على تداول النسخ هيجي ظهر لي الصفحة ديت الصفحة دي طبعا هيكون فيها النسخ اللي انا مفعله تمام ممكن نرجع من هنا نرجع ورا خالص تمام هنرجع للصفحة الرئيسية ديت هنضغط على تداول النسخ حيجي رايح على النسخ من تحت هنا في حاجة بقى انت ممكن بعد ما عملت عملية النسخة التداول ديت طبعا لحد ما ينزل بس التحديس على البرمجة بتاعة التداول النسخ هنا من الجزئية ديت تمام في القسم ده لان هنا طبعا هيبقى فيه ممكن مشكلة كده تدايق بعض الناس انك لما هتيجي تدخل على الواجهة ديت طبعا احنا قلنا مش هتلاقي فيها اللي هو النسخ الفوري تمام الحاجة التانية هتيجي تدخل على النسخ من هنا تحت مش هتلاقي فيه اي تفاصيل لان التفاصيل اللي هنا طبعا فقط للنسخ بتاع العقود الاجلة فمش هتلاقي في اي حاجة ظهرة مش هتلاقي في اي معلومات اصلا اطلاقا ظهرة ففي الحالة ديت هتيجي راجع من هنا ايضا هتدخل على محرك البحث فوق وهتلاقي مثلا هنا موجود معك في سجل البحث اللي هو النسخ الفوري بتاع الاعلان بتاع النسخ الفوري هتيجي راجع من هنا وهتيجي ضغط على من هنا وهتيجي ضغط على كلمة نظرة عامة من هنا هيجي طبعا هنا ظهر لك القسم بتاع العقود الاجلة والقسمة بتاع النسخ الفوري في النسخ الفوري هنا هيظهر لك النسخ بتاعك اللي انت عامله معه اي متداول ايا كان وهيظهر لك هنا طبعا الاعدادات وعرض التفاصيل لو هتضغط على عرض التفاصيل من هنا تحت هيجي ظهر لك طبعا الارصدة السجل بتاع التداول هيظهر لك كل حاجة خاصة بالنسخ اللي انت مفعله مع المتداول ده تمام لان انت لما هترجع من ورا هنا خالص وتيجي راجع تاني ورا مش هيكون ظهر لك للاسف اي تفاصيل في تداول النسخ هنا طبعا اظن الجزئية ديت يعني هي بيتم التعديل عليها. تمام? ونفس طريقة نسخ التداول هتيجي تدخلها بعد ما يتم تحديث المنصة على الموضوع دوت. هتيجي داخل برضو بنفس الطريقة بس هتدخل من تداول النسخ من هنا. مش هتدخل من الطريقة بتاعة محرك البحث. تمام? ممكن تيجي راجع هنا للمحفظة. هتيجي راجع من هنا لنظر عامة. هيكون ظاهر معك طبعا هنا اللي هو تداول النسخ. لو هتضغط عليه بالشكل ده. هتلاقي برضو ما فيش اي تفاصيل ظهرة معك للاسف. لانه هم اصلا لسه منزلوش اي تحديث للموضوع بتاع الاضافة الجديدة اللي هم اضفوها دي. لو انت عايز توقف النسخ بتاعك اللي انت عملته برضو في حالة هم اضفوا الميزة ديت في تحديث التطبيق في الفترة الجاية هتيجي داخل من التداول من هنا. وحتيجي داخل على النسخ من هنا وطبعا هتجد هنا الجزئة بتاعة التداول الفوري هتنتقل لها. فحالة وهو لسه اصلا مضفوش الميزة ديت وانت هتشتغل على النسخ الفوري. هتيجي منتقل هنا للبحث. وهتنتقل لنسخ التداول الفوري. وهتيجي نزل هنا وهتيجي ضغط على اللي هي باللون الصفر دي التاني. النسخ الفوري. تمام. وهتيجي ضغط على نظرة عامة من هنا. تمام. وهتيجي منتقل هنا لنظرة عامة على التداول الفوري. بالشكل ده. وهتيجي نزل من هنا. وهتيجي ضغط على اقاف النسخ. اول ما تضغط على اقاف النسخ بيوقف لك كل حاجة. وبيبقى ظاهر لك انا طبعا في حال لو انت حققت ارباح او خسائي. وهتيجي ضغط على تأكيد. على طول المحفظة الاموال بتاعتك. بتيجي راجع لك تاني على طول. تمام. هترجع من هنا بالشكل دوت. هتضغط على المحفظة. هتجد ان موجود معاك في حسابك. تشال من الحساب بتاع اللي هو التداول بالنسخ. وهتلاقيه معاك في التداول الفوري. تمام? النسخ الفوري كويس. يعني تقدر تستفد منه وتحقق منه. ارباح تكون يعني معقولة. طبعا الارباح والخسائر بتكون وردة تتحقق على حسب وضع السوق. وان شاء الله الجميع يستفاد من الميزة دية اللي تم اضافتها في منصة بينات. نشوفكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة